اشتركوا في القناة معينة للإجابة مشاهدينا عن كل هالأسئلة معي بالستوديو المؤلف والممثل سوري طلال مرديني طلال تقمص الشخصيات سهل لكل شخص ولا بده مهارة معينة شوفي بطبيعة عملنا نحن نقدر أنه نحن بجوز بنفس اليوم نعمل أكتر من شخصية إذا كان لدينا تصوير بأكتر من السلسل فنقدر نعمل أكتر من شخصية فهذا الشي صعب نوعا ما لكن مع الإجابة بالنهاية بتصير القصة سهلة بس كيف تطلع من هذا المكان هون المشكلة في منهم بيفوتوا لدرجة ما بيعرفوا يطلعوا أخلي منهم أغلبيتهم أو كلهم تقريبا أحيانا في شخصية بتأثر عليك تأثر عليك نفسيا تصير تتعايش معها تحكي مثلا تتصرفي مثلا وحتى من بعد ما تنتهي منها بتظلي مكملة فيها فهي هي المشكلة الكبيرة وإنك تطلع من هاي الشخصية بتاخد وقت كثير منه طيب اليوم أنا بدأ أحكي معك كمان أن أنت عم بتمثل شخصيات كثير وأيضا عم تكتب شخصيات كثيرة طلال من خلال كتاباتك هل بتكتب قصة على شخصية ولا القصة بتجيب لك الشخصيات المتعددة؟ هي تماما هي هيك هي هيك هي القصة بتصير أنت أي نوع أي ستير تكتبها؟ هي أحيانا أحيانا مثلا بتصير القصة أنك أنت بتلاقي شخصية تسمعي عن شخصية بتشوفي حتوتة شخصية يا أما بدك تأخذي الحتوتة أيما بدك تأخذي تفاصيل هاي الشخصية ومن تفاصيل هاي الشخصية تنزجي عليها العمل كامل يا أما منطف عصيل هيا حتى تتنسج على العصيل. ما في شيء اسمه أسهل و ما في شيء اسمه أصعب. الفكرة بالنهاية شو اللي بيشدك شو اللي بيشد الجمهور. هذا اللي انتي بجزبك انتي كاتبة إذا كنت كاتبة يعني بجزبك لحتى تعملي هذا الشيء. بس بتشوف نادر كمان ساحل إذا غلطت. بتشوف طلال إنه دايما بالدراما أو كتاب الدراما معظمهم خلاص الشخصيات معروفة نهايته. الحبك الدرامية معروفة شو هي. يعني إذا كان الواحد شرير نهايته حتكون مأساوية. إذا كان مثلا جيد ولكنه مثلا سرق بده ينتهي بتقنيب الضمير. إذا كان مثلا طيب بده ينتهي بالنصر. دايما الشخصيات نهايتها عم نعرفها. هذا الشيء طبيعي. لأنه مهمة الدراما من أحد مهامها الرئيسية اللي هي التوعية. إذا كنت تنصر الشرير فبالنهاية أنت لا تقدمي أي رسالة لهذه الناس. فالشرير يجب أن ينال العقاب والطيب يجب أن ينال جزاء بما معناه. فبالتالي هي طبيعة الدراما. شو مهمة الدراما؟ هذه طبيعة الدراما ليس طبيعة الحياة. ليس طبيعة الحياة بس هي مهمة الدراما تماما. يحاول يأخذ شخصيات مجتمع. سألتك سؤال مهم. لماذا عندكم الممثل دائما بجد صعوبة أنه يخرج من الشخصية؟ هل لأنه فيه إشي عنده في شخصيته صارت أبعث؟ أم الشخصية اللي كانت موجودة هي أقوى من شخصيته الحقيقية؟ لا هي مهمة الفكرة. أو كان هناك شيء ناقص بشخصيته وهذه الشخصية عبتتكم؟ تماما هذه هي الفكرة. هو على حسب ما يعجب بهذه الشخصية. هناك ناقص أو عنده زيادة فرط بهذا المكان. يلي هو مملائي أو مملائي زيادة عن اللزوم. يحاول يوازنه بهذه الشخصية. إنت عم تحكي. لا أعرف إذا هو موجود لسا عيشه. الممثل المصري اللي كان أمنيت حياته يعمل لم عمر القذافي. ما انسيتي يعني ما بتذكر اسمه جيدا. فبيعيش نفس التفاصيل. يعني ظلوا فاتن عايش القصة أنا شفت له أكثر من ثلاث أربع سنين. وللعلم ما عمل شخصيته مع ممل القذافي لا مسلسل ولا فيلم. بس يبدو إنه هو شخصية مركبة. يمكن أنت بتعرف شو أصلي بشخصية مركبة. أنا اللي متأكد منه اللي بعرفه إنه اللي بعرف كتير ممثلين بتأخذوا إشي شبه ورشة ممثل إنه تأخذوا الشخصيات المركبة. أو بمعنى أصبت يعنقوا إشي شبه. هذا الشي بيجذب بممثل أكثر بشخصية مركبة اللي فيه أكثر من إيقاع المسلسل. مو ماشي على منتهم واحد. لكن الفكرة اللي عم تقول عنا هي بتصير مع أي ممثل. مو بس هذا الشخص. يعني أنا واحد من الناس عملت شخصية بمسلسل اسمه أيام الدراسة. بظلت معلقة فيني يعني. يعني صرت هو بيكذب بكم. فصرت كذب كذب كذب. لا أنت كنت تكذب بس تحجر بالشخصية. لا جدا عم بحكي والله عشت الحالة بعدها بفترة منيحة يعني. يعني هو كان بجواته الداخل اللي عباله يكذب. فتأثر بالشخصية وسيطرت عليه. لا سيد طلال كتير في موضوع الكذب بعيد لأنه تحت الهوة قبل ما نطلع كان بيحكي على شعري. فقصد إنه يكذب هاللي شعرك طالعا. سألني إنه مبين شعري طلوعين بيحكي.